اهلا ومرحبا بكم اعزائي المتدربين في الفيديو السادس لليوم السابع من التدريب بعنوان التعليم والتدريب الالكتروني انواعه وتصميمه انشطة التعليم والتعلم الالكترونية والذي سنتناول فيه الموضوع الرابع بعنوان انشطة التعلم الذاتي الالكترونية وبنهاية التدريب على هذا الموضوع الرابع سوف تكون قادرا على ان تعرف انشطة التعليم والتعلم الالكترونية الذاتية تحدد الهدف من انشطة التعليم والتعلم الالكترونية الذاتية انشطة التعليم والتعلم الذاتي الالكترونية هي انشطة تعليمية او تدريبية يقوم بها المتعلم او المتدرب مدفوعا برغبته الذاتية بهدف تنمية استعداداته وإمكانياته وقدراته مستجيبا لميوله واهتماماته بما يحقق تنمية شخصيته وتكاملها والتفاعل الناجح مع مجتمعه عن طريق الاعتماد على نفسه والثقة بقدراته في عملية التعليم والتعلم والتدريب وفيه نعلم المتعلم أو المتدرب كيف يتعلم ومن أين يحصل على مصادر التعلم تهدف أنشطة التعلم الذاتي الإلكترونية إلى تحمل المتعلم أو المتدرب مسؤولية التعلم وتنمي مهارات الاستقصاء والاكتشاف والاستفسار والتفكير العلمي لدى المتعلمين أو المتدربين من خلال عمليات البحث والتجريب والتفسير والاستدلال كما تؤكد على استمرارية التعلم أي التعلم الذاتي ودافعية المتعلم أو المتدرب نحو التعلم مما يعني أن العملية التعليمية أو التدريبية لا تنتهي بتعليم الموضوع داخل البيئة التعليمية أو التدريبية فقط بل يتبنى المتعلم أو المتدرب من حيث ثقاته واعتماده على النفس وشعوره بالإنجاز والاطلاع على مصادر المعلومات المتعددة كي تنمى لديه مهارات البحث والتعامل مع مصادر المعرفة الإلكترونية ومن أهمية أنشطة التعلم الذاتي أنها تدعم مواكبة الانفتاح المعرف المستمر الحاصل في العالم وتعلم المهارات واكتساب المعرفة بأقل جهد مبزول وبتكلفة منخفضة ودون أي تقييد بالزمان أو المكان للحصول عليها كما تعزز الدور الإيجابي للمتعلم أو المتدرب في عملية التعلم الذاتي وضمام مشاركته الفاعلة أثناء عملية التعلم وتساعد على تغيير سلوكيات المتعلم أو المتدرب وزيادة ثقته بنفسه وتطوير مهارة تحمل المسئولية لديه وتوفير تغذية راجعة له مما يسهم لتحسين آداءه أولاً بأول وإتاحة الفرصة له لاكتشاف مواهبه والمجالات التي يبدع فيها في الختام نكون قد وضعنا بين أيديكم أهم الموضوعات الرئيسية الخاصة بأنشطة التعلم الذاتي الإلكترونية شكراً لحسن إصغاءكم نسأل الله أن يعود عليكم بالنفع والفائدة متمنين لكم دوام التوفيق والتميز ونلقاكم في المحاضرة القادمة بعنوان أنشطة التعلم النشط الإلكترونية اشتركوا في القناة